بص يا بطل أنا جاي أكلمك من آخر عن شوية فضايح كده تخص فيسبوك وفيسبوك ملكة الساحة يعني فيسبوك ملكة فضايح الساحة لك أنت تخيل عزيز المشاهد أن فيسبوك يتهرب من الاجتماع الدولي عايز تعرف كل التفاصيل تعرف إيه سبب الاجتماع أصلا وليه هم تهربوا منه تابع معي بعد الانترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ورحمة بك في قناتك قناة الحرب طبعا لا يخفى القمر لا يخفى فيسبوك وفضايح فيسبوك وهبل فيسبوك اللي هي بتعمله طيب فيسبوك يتهرب من الاجتماع الدولي لمناقشة سياساته وحطني مليون خط تحت سياساته علشان أنت هتتصدى من الآخر عايز أقولك أن عمك مارك تلعت داكربيرك لأنه بالفعل تهرب من اجتماع الدول اللي تم إنشاء الاجتماع أصلا علشان منقشة فيسبوك منقشة بعض القضايا الكارثية اللي بتحوم قوالين منصة فيسبوك منقشة كمية الفضايح المتكررة وبيع البيانات اللي طبعا فيسبوك مفكراها اللعبة فالدول كلها تعمل اجتماع دولي عاجل لفيسبوك وفيسبوك سمع عليكم احنا مش بتوهد الاجتماعات ولا التطبيلات ولا الكلام دا كله احنا بنعمل اللي احنا عايزينه دا حقيقة فيسبوك معا ان هو يتهرب من الاجتماع ان هو بيقولون كل دا صح ولعب جاس يعني عمك مارك قرر انه ميروحش اجتماع الدول اللي تم إنشاؤه أصلا علشان يعرفوا ايه مشاكل فيسبوك بسبب واحد التسريبات المتكررة جدا لصفحات وشخصيات عامة فيسبوك رقم اتنين بيع بيانات خاص بشركة فيسبوك واستخدامه للاجراض التجارية وكمان للربحة من البيانات اللي بيتم بحها في دارك نتو ديب ويب بطرف فيسبوك حط مليار خط من طرف فيسبوك ثلاثة الفضائح المتكررة واللي تعد أساس الاجتماع ان دي مش أول مرة الحالة دي تحصل لأ دي بقت بشكل دوري موضوع كبير وأنت أكتر واحد متضرق دون نسبة التضرر يعني قلوبنا وتعتصر فعلا من اللي بيحصل لقواتنا في غزة فأتمنى منكم دعم غزة تمنى اللي يقدر يتبرع يتبرع وعلى أقل بالدعاء نكمل الفيديو لسه كنت بقولك ان مارك طلعت داكر بيرج لأنه قرر يتهرب من اجتماع مكون من تسع دول وميروحش اه اه تعرف لما يبقى فيه تسع دول كده بعتين لك جوازات الصفر الخاصة بهم بيقولك باشا عايزينك تنورنا كل شيء مدفوع بس انت تيجي عايزين نسمع منك كلمتين ولا انا مش فضيلكم توقع انت اتزاره معايا انا راجل عندي سبوبة بيع بيانات في الدولة الفلانية على كام سبوبة اختراقات امنية كده تمت في الدولة الفلانية عايزين نبيع الكلام دا هو دا مارك دا مارك اتذكر بلك بصراحة يعني خط نفسك مكان تسع دول يعني المفروض مارك ييجي علشان يتكلم ويشرح لنا ازاي البيانات بيتم تسريبها من الشركة عنده يعني عايب يا اخ اشرح لنا فهمنا لو فيها فلوس على فكرة نسكو هناخد نسبة ونشد بلاستر حقيقي الكلام دا على فكرة مش هول مرة نسمعه عن اجتماعات بتخلص بالطراضي كده يعني فهم بس المهم ان مارك قرر ميروحش اصلا اساسا كبر دماغه سمع ليكم انا مش جاي فتخيل بقى انت حط نفسك مكان تسع دول ولم يتم تلبية الطلب لمناقشة التسريبات وبيع البيانات في شركة فيسبوب مارك اتذكر بيرج زي ما انا بقول قرر يعمل الحركات دي ومش خايف بس على فكرة هيحصل بلاو فيسبوك الفترة اللي جاية وهتلاو فيسبوك بيغير كتير جدا من سياساته واحتمال يغير فيسبوك نفسه لان التسع دول دول هيحجموا استخدامش منصة فيسبوك في دولهم وده هيعود بالسلب على البيانات اللي انت بتبقها معلم وكمان هيعود بالسلب على شوية حاجات كده انت كنت بتعملها في الدرة في الدول دي تمام؟ فكل ده على افاك انت عارفين ان انا بكرة فيسبوك ولا يغفر قمر يا ابني والله انا من اشد الناس كرهن وعدوة لفيسبوك لانه مكان بيضيع وقتي لدرجة انت ممكن ما تخيلهاش بس انا علشان عارف فيسبوك كويس كاره وحابب اقول لك بقى لو انت عندك اكون تديم وحابب تسترجعه فاحنا عملنا فيديو كامل عن استرجاع حسابات المفقودة والمسروقة والكلام ده كله وهنسيب لك الفيديو ده في شاشة النهاية اللي هي قريدي بتتعرض حاليا يعني فتفاصيل اكتر هتلاقيها في الرابط اللي في الوصف والسلام عليكم اشوفك في الحلقة الجاية وده فيديو الوداع بالنسبة للجهاز اللي احنا بنصار به وهنستنى مراجعة الجهاز اللي احنا قررنا نجيبه لنا بمعنى صح قررنا نجيبه للقناة فالمراجعة الجاية مهمة فيه مراجعات كتير كدا احنا مأجلينها بس الفترة دي احنا مضغوطين زي ما احنا عارفين بس اوعدكم ان المراجعة الجاية هتبقى مهمة جدا 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 لشركة جوجل سلام